بسم الله الرحمن الرحيم في هذه الرسالة سوف نتكلم عن ال SPF Threadling ال SPF Threadling وهي خاصية تستخدم لضبط جدولة خوارزمية ال SPF أو Shortest Path First ومع اختناقات Shortest Path First بعد أن يستلم الراوتر LSA محدثة عندها يعني ال LSA زي ما احنا عارفين هي بيتم من خلال استخدامها لكي يعلن كل الراوتر عن الشبكات الموجودة لديه وعندي أنواع من ال LSA حسب أنواع الشبكات اللي عندي ولما يحصل تحديث لدى هذه الشبكات بإضافة أو بحث أو بتعديل عندها بيتم إرسال LSA محدثة عندها رح يتم أخذ هذه ال LSA لما يتم استلامها ويتم جدولتها ليقوم Shortest Path First بمعالجة هذا التحديث الذي حدث المشكلة التي قد نواجهها هي في حالة كانت راوترات ال OSBF متواجدة في تبولوجي كبيرة عندها قد يحصل فيها تغييرات كثيرة وعملية معالجة هذه التغييرات بمجرد حدوثها وكذلك معالجة كل أبديت LSA على حدة يسبب ضغط على راوترات ال OSBF لذلك الأفضل عدم معالجة الأبديت LSA مباشرة وإنما الانتظار لبعض الوقت لوصول مجموعة من الأبديت LSA وبعد الانتهاء وقت الانتظار يقوم بعملية المعالجة لمجموعة الأبديت LSA دفعة واحدة تلقائيا راوترات سيسكو سوف تقوم بتشغيل معالجة خوارزمية ال OSBF اللي هي Shortest Path First بعد خمسة تقائق من وصول أول أبديت LSA عملية تشغيل جدولة ال Shortest Path First من الممكن التحكم بها من خلال خاصية ال OSBF حيث من خلالها يتم تحديد فترة انتظار بين عمليتين تشغيلية لل Shortest Path First متتاليتين يوجد لدينا ثلاثة توقيت للتحكم بال Shortest Path First وهي كالتالي عندي ال SPF Start وعندي ال SPF Hold وال SPF Max Weight ال SPF Start وهي من خلالها يتم تحديد مدة الانتظار الأولية قبل حساب ال Shortest Path First وذلك في حال كانت الشبكة مستقرة لفترة طويلة من الزمن عندنا ال SPF Hold أو قبل ما ننتقل ال SPF Hold ال SPF Start مثل ما ذكرنا هي من خلالها يتم تحديد مدة الأولية وهذا زي ما ذكرنا نحدد فترة أو يعني فترة انتظار أولية في حال كانت الشبكة مستقرة لفترة طويلة عندي ال SPF Hold وهي تحدد وقت الانتظار فيما بين عمليات ال Shortest Path First المتلاحقة وتتضاعف مع كل عملية Shortest Path First متتابعة يعني مثلا هنا تم الانتظار خمس دقائق بعد ذلك جاءت عملية فهنا أنا أقدر أحدد الفرق بين كل عملية وممكن زي ما ذكرنا يتضاعف مع كل عملية عندي ال SPF Max Weight وهي لتحديد الوقت الأقصى فيما بين عملياتين SPF بحيث عملية مضاعفة الوقت الخاصة بال SPF Hold لن تتجاوز الحد الأقصى الذي سوف يتم تحديده في ال SPF Max Weight يعني زي ما ذكرنا أنا عندي هنا رح أحدد فترة طبعا هنا الفترة رح تتضاعف لو قونا خمس دقائق المرة الثانية رح تصير مثلا عشر عشرين بس هنا من خلال ال SPF Max Weight ما رح نخليها تضاعف إلى ما لا نهاية رح نحدد الفترة الأقصى بحيث أنه لا تتجاوزها عملية مضاعفة التوقيت ومن خلال المدة التي سوف يتم تحديدها هنا سوف يتم حساب الفترة الزمنية لاستقرار الشبكة بحيث إذا وصلت إلى الفترة الزمنية اللي تم تحديدها في ال SPF Max Weight مثلا لو حد 22 دقيقة إذا وصلت وكانت الشبكة مستقرة ولم يتم استلام أي تحديث LSA بعدها رح يتم انقضاها والعودة إلى ال SPF Start وبعد ذلك إذا حصل يتم المضاعفة من خلال ال SPF Hold حتى تصل إلى الماكس أو المدة الأقصى إذا وصلت مثلا إلى 20 دقيقة وما زال متتابعة فإذا رح تحافظ لو عددناها مثلا إلى 20 دقيقة فرح تحافظ على التوقيت اللي هو 20 دقيقة حتى لو كانت متعددة اللي خاصة بالتحديد رح تظل مستمرة على الوقت الأقصى لن تتم المضاعفة لأنها محددة بالوقت الأقصى أما في حال سيما ذكرنا وصلنا إلى فترة ال SPF Max Weight أو المدة الأقصى اللي تم تحديدها هنا فرح يتم بعد ذلك العودة إلى ال SPF Start وبعد ذلك المضاعفة من خلال ال SPF Hold إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية هذه الرسالة أتمنى تكون وصلتكم الرسالة كان معكم حسن صالح مشد من شبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة